موسيقى 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 من عام 2016 بلش يطلع اسم الطب الدقيق Precision Medicine خلونا نقفز لعام 2018 نستعرض جوائز نوبل تطلع فكرة أين ماشي الدنيا عام 2018 أخذوها في المعالجة المناعية عام 2019 الانتي جين ثيرابي تذكروا كلكم العالم ستيفن هوكينز هذا اللي بدرجوه الى آخرها هذا معه ALS لو هالعلاج كان موجود كان الساعة هالله يطلع على ثقب الأوزون والثقب الأسود و الى آخره عام 2020 صبيتين واحدة من فرنسا واحدة من أميركا يأخذوا جائزة نوبل على المقص الجيني طالما نحتاج جينات وصلوا الى شيء هو المقص الجيني كريسبر كاس بدأوا فيه دراساته من عام 2006 أخذت عام 2012 سنة إلى أن نضج إذن عهد الـ واسمحوا لي أحياناً لكي لا أشويه اللغة العربية إما باستعمل تعبير صحيح أو باستعمل التعبير الإنكليزي إلى أن نلاقي التعبير المناسب وهذا نقطة الخلاف بيني بين مجمع اللغة العربية يجب أن نجسر اللغة العربية لكي لا تبود خلينا نرجع لحبيبتي الخلية غشاء أملس مثل الليرة نوات فيها الـ برا في عنا الـ عنا المتقدرات وإلى آخره نورمال سيل بناءًا على هاي نحط التعبير اللي كلنا نحن بنعرفه أو التعريف للسرطانات خلايا شاذي الأب نورمال إلى آخره ولكن هذا عام 1952 لساعته بدنا أنه هو الأساس خلاص نحن قفزنا للعام عشرين ردينا رجعنا إلى عام 1952 حتى نبني عليه لأنه ما هو خطأ ولكن هناك شيء أجد فالعلم الرصين لا يلغى الصورة الشععية البسيطة للصدر ألتغيت؟ لا لا ألتغيت مرآي و ما ألتغيت نحن نتحدث عن طب الرصين بداية سريعة كثير كانت من شابين لذلك أنا الشباب هؤلاء اللي اللي وراء هنن عمادنا للمستقبل واحد عمره 24 و 33 سنة واتسون و كيرك كسروا الكود تبع الـ DNA وانتقلت فوراً من ألق علمي إلى مايكل بيشوب في سنة 1989 يقول هيا تساوي سرطان رأساً تبنوها جهات معينة و بلش برنامج التعرف على الجينات وبدأ يعطي مردوده عام 2003 بداية المردود تعرفنا على مجموع المجين البشري الجينوم ورسمت خارطة مبدئية فإذا هي أول خارطة تبنى على مجموع دراسات بديت من جائزة نوبل عام 63 لهي من جينوم شغلة كبيرة 3.2 مليار DNA قاعدة مزدوجة وبالجينوم السكاني لقينا واحد ونصف الاثنين بالمئة فقط منها هو الفعال إدارة هالواحد ونصف اتنين بالمئة تطلب 98 98 ونصف بالمئة من مجموع الجينوم لا يخلوها تتحرك بالشكل المناسب كنا نسمي هالوا 98 بالمئة جنك قمامة وإذ هي اللي بتدير العملية الورجنايزر والغشاء الأملس اللي ورجنا مع بعض في الخلية أصبح قبيل 2016 الحقيقة بهذا الشكل هذا سطح الخلية اللي كنا شايفين أملس كله عبارة عن مستقبلات وحادثات وجاك وإلى آخره شغلة معقدة لكن ما اكتشفت سطفة خطوة أفا خطوة أفا خطوة وصلنا لهذا الشيء فكل شيء نحكيها الحقيقة بعد عام 2016 2006 بناءً عن معلومات اللي وسطنا 2003 نحط تعريف لأول مرة للسرطان ما حكينا عن خلايا شاذة حكينا عن خلل دامج في الجينات أضيف عليه فقط جينوم أو ابيجينتك عام 2016 لذلك أصر أنه نحكي عام ما بعد 2016 وقدرنا نوصل لأول مرة للخلية الحية أنا ما بعرف أعد بدون ما أحرك بس يعني راح أربط حالي بالمايكروفون مايكروفون اللي بنظم حياة الخلية هو إيمة لازم تموت ومثال بسيط نعطي عليها الكورية الحمراء الكورية الحمراء عم تعيش مئة وعشرين يوم كل جزء من الثانية عم تعطي أكسيجين عبر غشاءها وتأخذ CO2 وفضلات ثانية وعم تطلع من القلب إلى الأبهر إلى كذا إلى شرين شعرية خلاص استهلكت بعد مئة وعشرين يوم بدأ تموت بدأ يجي محلة جيل شاب بتحبوا تعملوا لحفلة تقبيم بتحبوا متاح لكن انتهى دورها فهي اللي بتقرر نحنا قادرين نتلاعب من 14 سنة وقت ساوء ألعاب الأوليمبيكس ب إحدى دول أمريكا الجنوبية العالية جداً فوق 3000 متر كل مستوى الخضاب عند اللاعبين تبدل فانتبهوا للدول وبعتوا لاعبين قبل سنة ونص روحوا وخلي الهيموغلوبين تبعكم يتأقلم معها فنحنا قادرين أنه نتعامل معها نحكا نص مصيبة إذن قادرين نزيدها أو ننقصها في عنا جينات كابحة للأورام عنا جينات منشطة للأورام لكن في عنا بنهاية كل خلية تيلومير يتيح ستين لسبعين انقسام كل انقسام بتروح شقفة منه إذا استهلك هالخلية هاي مهما توفر لها لن تنقسم إلا إذا تحركت التيلوميريز جيني الجين هي الأساس في عنا مخافر حدودية في عنا آلية لترميم الجينات إذا تخربطت في عنا عوامل منشطة ومستقبلات إلها وإذا كل هالتركيبة هاي فشلت في عنا استطلاع مناعي مجموع خلايا ناتشر الكيلر ما في حاجة تعرف شيء الشيء الوحيد اللي لازم تعرفه أنت ليس أنا مو نحن الخلية الموجودة لذلك تقوم على الفتك بها بده تفشل هاي أيضا لتبدأ الخلية السرطانية رقم واحد أنا هون بدي وقف دقيقة بدي أجي لهون نحن بالكوفيد عم بيحكوا عن الار ان اي وإلى آخره بالخلية الدي ان اي بتفكر بتؤمر بس وصلنا للار ان اي المرسال أو المصنع ما عاد يعرف يفكر بياخد أوامر اللقاحات اللي عم بتتموا وطلعوا عليها قصص وما قصص قصة ار ان اي ما قادرة تفكر ما قادرة تؤمر لذلك ما قادرة ترجع لورا وتبدلنا الدي ان اي يلي بجسم لذلك كل اللقاحات آمنة بدرجات مختلفة واي لقاح متوفر لكم وزارة الصحة قامت بجد كتير مشكور بصعوبات كتير كبيرة وبعتقد معظم الوسط الطبي على الأقل يلي بالمواجهة وحكم بحكم الأعمار بلشت تتوسع الدائرة نحن صرنا منعرف تفاصيل الجينة ومنعرف وين ندخل لانه هذا له دور بالشيء اللي ياخدوا فيه جائزة نوبل عام 2020 بدنا نعرف وين نقص المنطقة غير المناسبة ولقينا ان الجينات في عنا 37 جينة بالميتو كوندريا فقط الميتو كوندريا مين اللي بورثنا ياها حبيبات قلبي انتو الـ X X لذلك 44 X بتعيش 44 50 Y ما بيعيش بده الـ X لانه هي اللي بتعطي الانرجي القدرة الميتو كوندريا هي اللي بتعطينا دائرة كريبس ما رح ندخل بالتفاصيل لكن عم نبني معلومات كتير كبيرة بشكل خاص بعد عام 2016 وطلع في عنا بوليمورفيزم عدة جينات متباينة إنما بتقوم بنفس العمل أو جينة واحدة ممكن نتبدل رأيها لانه الـ DNA تبعها صحيح وتكون بأعمال مغايرة عنا جينيتيك فارينس كتيرة فرح استعرض فقط الأسماء ولقينا بالأخير تعريف للـ mutation للطفرة أبسط تعريف بس هو أدق تعريف permanent change in DNA تبدل في الـ DNA دائم ما عاد قادر هذا هو الـ mutation إذا تبدل قدرنا نصلحه ما عادت mutation أنواع مختلفة من الـ mutations أنواع مختلفة من عوامل تؤدي إلى الفتة بالجينة وتبديلها من أنواع الـ X-ray وإلى آخره ومواد والـ تتحطم بأشكال مختلفة الـ DNA وليس شكل واحد لكن هناك آليات الله سبحانه وتعالى خالق بكل خلية آليات لإستصلاح الـ DNA فيما إذا طرق عليها أي تشوش التبدل ممكن يطرق ليس بس عجينة على الصب كله ممكن ينقص ممكن يزيد ممكن يجتزأ طلعت عنا susceptibility genes من كل عشرة يدخنوا سبعة ممكن ينصابوا بالسرطان ثلاثة ما رح ينصابوا ما عندهم جينة مؤهبة إلا إذا جينة عادية صرد لـ mutation وأصبحت مؤهبة فقائمة الجينات المؤهبة كل مالها عم تكبر حتى ما أحرك المحلي جابوا لي خليلي راح أتخلص وطلع اسم الـ precision medicine مبني على كل الأدول أول ما طلع في الأورام بالـ oncology لكن ما عاد في مجال طبي إلا الطب الدقيق موجود في صلبه وأصبح له دور في التشخيص وفي الإنذار وفي العلاج وفي التنبؤ وأصبحنا على أبواب كنا نحن بتعملوا فحوص LDHSGOT إلى آخره لنحاول نتابع ورم هلأ راح نتابع جزيئات من الخلية موجودة في الدم بالـ liquid biopsy يعني الجيل المقبل الدكتورة علي الجيل المقبل عندكم راح يكون صديقتي راح يكون عندكم تتحروا هالجزيئات في الدم وبتقولوا الورم لحد ما وصلنا أنه تشخص لكن تصوروا أن المتابعة قديش راح تكون دقيقة عواض بفرزات وكذا لأ عم يشوفوا الجزء المؤثر من الخلية فالـ liquid biopsy خلوه ببالكم دورها قادم قريبا ماذا بعد؟ سأقول لكم قصة دقيقة واحدة بدي حاول اختصارات جون ميلتون رئيس مخبر ستمسل بجامعة هارفرد تزوج واحدة ستمسل شغلة عظيمة من جامعة هارفرد جون الصغير هؤلاء بيك بن تضبط حالها على أوقاتهم يأتي بالبيت مثلا ساعة ثمانية بالليل معهم ثلاثين دقيقة يلعبوا مع جون الصغير هداك اليوم جون الصغير ليس موجود يسألون نانا أينه جون؟ يقولون نايم لا يوجد نايم نظروا معنا ثلاثين دقيقة أنا أحكي لكم كما حكاها جون ميلتون يفتح باب أوتو يفوت الولد أبيض لا يحرك يقرب أكثر عرقان يضع إيده عليه بارد يوجد نبض يضبوا وركضوا على جامعة هارفرد بالمستشفى اثنين من كبار أساتيس جامعة هارفرد يأتي رئيس القطرم يأتي خلصها ماذا في فحص نادر يساولون لا يخرجوا معهم فبعد ثلاثة أو أربعة ساعات يذهبوا وترجعوا بعد نص ساعة يدقون لهم تليفون لأن هناك بالعنايات المشددة كل ساعتين القماط لحفاظ الولد ينقام ويتحلل فيه خمس تحاليل سامعان دكتور خمس تحاليل بدأ يصير كل ساعتين أحد التحاليل سكر الدم عطى بين أربعمائة وخمسمائة كل هالتحاليل العظيمة اللي يعملوا نس يساووا سكر الدم والطفل بدون أي قصة عائلية أو كذا He is in diabetic coma فالأب حط بذهنه أنا بدي لائي شيء للداء السكري أمحي نقفز لليوم وقال المقولة التالية تماما نحن عندنا نفس الصبغيات ليش هون بتشوف وهون للسمع وهون لذوق أو كلة الذوق أحيانا نفس الصبغيات فأنا بدي أعمل ريبروغراميج بدي أعيد برمجة خلايا لانجرانس في البانكرياس إنه تصير تفرز بانكرياس تفرز إنسلين وأفرزت من سنتين وأنا بأعتقد من هون لسنة سنتين رح نشوف جيل جديد من هذا الموضوع فهذا موضوع الريبروغراميج الموضوع الآخر وهو قبيل الأخير النانو تكنولوجي ديروا هالكم منها رح تكون هي إلى دور كبير في طب المستقبل واسمحوا لي كالعادة الرحمة للشهداء الوطن وحبة من ترابك بكنوز الدنيا وإنت استعارتها مني دكتور شكرا إلىكم اشتركوا في القناة